اكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اكد أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بين مملكة البحرين وجمهورية بنجلاديش الشعبية الصديقة منويا سموه بأن تعزيز أوجه التعاون الثنائي يسهم في فتح آفاق أرحب بما يخدم مختلف المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سمو وحفظه الله عن بعد اليوم مع سعادة الدكتور محمد نذر الإسلام بمناسبة تعيينه سفيرا لجمهورية بنجلاديش الشعبية لدى المملكة حيث رحب سموه بسفير البنجلاديش الشي متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمه الدبلوماسية بما يسهم في دعم العلاقات المشتركة ورفض مسارات التنسيق الثنائي بين البلدين الصديقين لتحقيق الأهداف المنشودة وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي من جانبه أعرب سعادة السفير البنجلاديش الشي عن بالغ شكره والتقديره لسموه على ما يوليه من حرص مستمر على تطوير علاقات البلدين والشعبين الصديقين متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والنماء